بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نشرح الركن السادس من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقضاء والقدر بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أكرتم جمعنا الأصول الثلاثة يوكما زامي شرهيني أكان ركني نشدا داكتكر كنين إيماني واندشيني إيماني داكدر داكما أبند ألا يهوكنت الإيمان بالقضاء القدر له مراتب أربعة إيماني داكداء داكدر والأول أن نؤمن أن الله تعلم كل شيء لا يخفى على شيء في الأرض وفي السماء يعلم الله سبحانه وتعالى ويعلم الذي سيقع وحتى الذي لم يقع يعلم الله سبحانه وتعالى إذا أوقع كيف يقع الثاني أن الله سبحانه وتعالى أمر القلم أن يكتب مقادير كل شيء لنتقوم السع فكل شيء مكتوب الثالث أنه لا يمكن أن يقع في ملك الله إلا ما أراد الله باب وأبو يتعالى عندما يكون ملك الله في الله أراد الله يقول أنه أريد أن أصحي العصر بعد ثلاث ساعات باوا ينا常 نmith ja mashie 이죠 شاء الله سبحانه وتعالى أن أفعل هذا الشيء أفعل شاء الله الله أفعل والله لا يمكن أن أفعل سيفونا عبيد باوا ينب عددument اللعين بهذه التباع عندما يتخلقه عندما يتخلقõ وسألطن pronounいただقل الإيجاب أن Ärates كما أن يتخلق succeeded عندما يتخلق become أكرم ماء في ملك الله إلا ما أراد ما ويوجد أن يكون يكون جيدًا يقول نعلم أن نعلم عنه لأن الله أحصل على أسلام الرابع الخلق فالعبد مخلوق وأعمال أطابع له فأعمال العباد مخلوقاً لأن الضبع تقول أنه يكون جيدًا فهو تقولون أنه يكون أسلام أسلام إليتكي فما ذا أصنا أؤمن بهذا بأن الله علم كل شيء وكتب كل شيء أحسنا الظن في الله وأقول أن الله سبحانه وتعالى أختارني بأن أكون من أهل السعاد وأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن أعمل بأعمل أهل الشقة وفق الله سبحانه وتعالى وإياكم لما يحب ورضا والله أعمل داني دكو ألا داتر دمو واجه أكي أن أكارك أبين ألا دي نكيسو ألا يا رددشي الأنزامي سيا ألا شيني مساني الله أعلم